اشتركوا في القناة وبالانتخاب الحري والمباشر وتقدمت سموها حفظها الله بهذه المناسبة بخالص التهاني وبالغ التقدير لما قامت به السيدة فوزية زينل من جهود مخلصة وسعي جاد على مر مسيرة عملها المثمرة التي تميزت بالتفاني والإصرار على تحقيق ما تستحقه المرأة البحرينية اليوم في ظل ما وصلت إليه من مستويات رفيعة من العلم والأداء لتحقق بذلك إنجازات باهرة ومتتالية ندعو الله عز وجل أن يزيدها ويديمها مؤكدة سموها في هذا المقام أن الفضل يرجع في تلك الإنجازات من بعد الله لصاحب الفضل الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الداعم الأكبر للمرأة البحرينية التي تمكنت في عهده الزاهر أن تكون عنوانا لفخر الوطن واعتزازه وفي ختام البرقية كررت قرينة عاهل البلاد المفدى تهانيها وبالغ اعتزازها بهذا الإنجاز الرائد للسيدة فوزية زينال مع تمنيات سموها لها بكل توفيق ونجاح وسداد في حمل هذه المسؤولية الوطنية وأن تؤديها على الوجه الأكمل بعونه تعالى ترجمة نانسي قنقر